أنتم الآن تتابعون برنامج السعودي اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 026161100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC 640660 لمشتركي موبايلي أو 746262 لمشتركي زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي الثانية بعد الظهر موعدي معكم أنا منال فيصل الشريف عبر أثير 1000 FM من السبت إلى الأربعاء في برنامجكم السعودية اليوم مجتمع يواجه مشاكل تتراكم عاما بعد عام تجد الحكومة نفسها وحيدة في مواجهتها بطالة وأزمة إسكان وأيدي شابة تحتاج للتأهيل والتدريب فئات اجتماعية ذات احتياجات خاصة وانخفاض في معدلات الوعي بالبيئة وغيرها يقابلها مليارات الريالات من الأرباح تتراكم عاما بعد آخر في حسابات القطاع الخاص دون ضرائب ومع ذلك لا زال هذا القطاع يتردد في معظم الأحيان عن القيام بمسؤولياتي الاجتماعية كما ينبغي المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تجاه المجتمع هي موضوع حلقة اليوم من برنامجكم السعودية اليوم أرحب بكم بضيفي الأستاذ ثامر عدنان شاكر المدير التنفيذي للموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية بشركة نسمة أهلا وسهلا أستاذ ثامر أهلا وسهلا أستاذ مانا وأنت كاتب أيضا صحيح أهلا بك بداية المسؤولية دائما ما نسمع في الصحف وفي التلفاز مسؤولية اجتماعية هذا مسؤولية اجتماعية وهذا ليس بمسؤولية اجتماعية فكيف نعرف المسؤولية الاجتماعية ونبينها ونوضحها لمستمعين أو مستمعاتنا تفضل والله السؤال هذا مهم جدا ولو رجعنا 15 سنة يمكن للخلف كان المفهوم مبهم ما كان واضح الفرق ما بين المسؤولية الاجتماعية وبين الصدقة أو التشاريتي لو جازل التعبير اليوم أصبح هناك نوع من الوعي والتعريف صار واضح بالنسبة لأفراد والشركات المسؤولية الاجتماعية بيسيكلي لو نربطها بالمفهوم البسيط لو نفتكر السؤال القديم زمان كنا نسأل هل تعطيلوا سمكة أو سنارة فباسيكلي المسؤولية الاجتماعية هي أنك أنت عن طريق توجه الشركات في القطاع الخاص وكل من موقعه أو من تخصصه يقدر يقدم شيء للمجتمع يفيده على المدى الطويل بيكون في استدامة بعيدة عن مفهوم الصدقة المحدود أو توفير المال أو توفير الدعم المستمر بلا أن يكون هناك تطوير للعقول والمهارات عند الأفراد وبالتالي الأفراد تكون المجتمعات وهكذا أشكال المسؤولية الاجتماعية يعني ياريت بطريقة مبسطة لأنه بالفعل أنا لمست أنه المسؤولية الاجتماعية مبهمة لدى الكثيرين المثقفين وغير المثقفين صحيح وبيصطل فيها ندواتي الآن ورش عمل وحيانا أنه بيستغل ولكن لن أبدأ الآن بأساليب الاستغلال خليها لاحق نتفضل طيب الحقيقة زي ما تفضلتي كان في عدم وضوح عشان نوضح الشيء هذا خلينا نقول أنه لو نفترض أنه اليوم في شركة من الشركات في قطاع معين اللي تساين هي قطاع في قطاع الصناعات أو في القطاع المواد اللي هي البترولية يعني كل على حسب إشياء القطاع لو قدرت كل شركة أو كل قطاع مع هذه القطاعات تحدد إش هي نوع المساهمة اللي تبغى تنمي فيها المجتمع أو التخصص ممكن نسمي هذا الشيء تخصص في مسؤولية الاجتماعية معين بمعنى خلينا أعطي المثال يمكن يكون كلامي أوضح لو نتكلم عن شركة من شركات أو مجموعة من رجال أعمال قرروا أنهم يساهموا في التعليم فبالتالي بيخصصوا جزء من المال هذا بيدعموا في جامعة من الجامعات أو بيدعموا في معهد من المعاهد التقنية اللي بتأدي إلى تطوير المهارات يعني عشان لا يكون فيه ربط مع التدريب بس خلينا نقول أنه هذا الخط التعليم لو في شركة من شركات هم التدريب أن هي تقفل القاب أو الهو ما بين مخرجات التعليم وبين سوق العمل فخلاص يركزوا على التدريب جزء آخر من الشركات يكون همها توفير أو دعم المشاريع الصغيرة فيجي الشاب بدلا ما يتجهل أنه يكون موظف يتجهل أنه يكون يفكر بطريقة أنه والله أنا أكون رجل أعمال أبدخل قطاع الأعمال فيكون في بعض الشركات أو بعض من رجال أعمال بيدعموا هذا التوجه وهل ومجرة؟ يعني تخصصات ما نقدر نحصرها في جلسة ممكن أنا ما يحضرني يعني حضرتك ضربت مثال ذكرت أنه بعض الرجال الأعمال ممكن يجتمعوا على أساس تأسيس كلية أو جامعة من باب المسؤولية الاجتماعية يعني قد يكون بالفعل للتدريب وتأهيل وممكن يعني ضخ نقدر نقول دماء جديدة لسوق العمل في تخصصات نادرة وليست موجودة لكن ألا يصاحب هذه المسؤولية الاجتماعية باب من البواب الربح؟ يصاحب باب من أنواع الربح يصاب طب هل هذه تسمى مسؤولية اجتماعية؟ تسمى مسؤولية اجتماعية خليني أكمل لك الجزئي هذه يعني أحيانا لو كان خليني بس أحدد أنت زي ما تسأل موظف أنت تشتغل عشان الفلوس أو تشتغل عشان تؤدي عملك؟ فما في أحد فينا ما تشتغل عشان الفلوس بس فين الأولوية؟ يعني هل لما أنا بقوم بمسؤولية اجتماعية؟ تكون هدف الأول أني أنا ألمع اسم الشركة أو ألمع القطاع اللي أنا شغال فيه ولا أن يكون هدفي الأول إضافة على المجتمع لأنه ربا أعطاني وعندي أرباح اليوم 15-20 مليون في السنة فأنا حاسس أنه طبعا خليني اتفق أنه لو أنا ما بنمع المجتمع اللي حوالية أنا أصلا هنظر كبزنس الناس اللي حوالية ما بي أدوا عملهم بطريقة معينة رجل عمال لما بيحاول يحسن مجتمعه هو ليس ملاكا أو ليس إنسان نازم للفضاء عشان أنا والله مثالي عنده بعض نظر أنه أول شيء بيعطي بتأتي الفكرة من الحب والانتماء لهذا المكان أن أعيش فيه بتأتي من فكرة أنه والله الضرر يعود علي أنا لو البيئة هذه ما هي سليمة أرجع لسؤالك طبعا جزء منه بيكون أحيانا ربحي مش بالضرورة لكن الأهم أنه في ناس بتسأل هل العائد هذا بيكون على البراندينج أو على أنه والله بعمل نوع من دعائي للشركة؟ بس ما يكون هو هذا في الأول الهدف الأول أنه يكون بخدم المجتمع الهدف الثاني إيوه جزء منه أن يكون تلميع سورة الشركة هذا ما عليه يعني ما هو عيب ما هو شيء معي بلاكس هذا نوع من السمارشلس أو نوع من الذكاء أنك أنت تستخدمي في البزنس قناعتني نوعا مع أستاذ ثامر هي بس عفوا من غير قطة كلامك هي ترتيب الأولويات هي ترتيب الأولويات معاك أنا لأنه تاجر كمان لازم يكسب معاك وأنه يكون له هم على بلده ومواطنيه وخلين أقول لك إحنا يمكن في شركة نسمة ربطين المسؤولية الاجتماعية بموارد البشرية لأنه اكتشفنا أن المسؤولية الاجتماعية بتؤثر إيجابا أو سلبا على أداء الموظف بمعنى إيش؟ أو أداء العميل البرا لو أنت تعرف أن شركة من الشركات تتعامل أو تعطي نوع من الفرندريزيج 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 روس الأموال؟ لا عفوا أنه يعطي نوع بيتبرع بالأموال تمويل تمويل لجهات غير مروفية يعني زي ما غير ذكر أسماء أحيانا في محلات كافيهات أجنبية أو آآ فهم تعليف فبتقدم دعم فأقول لك والله الشركة هذي بتدعم جهة معينة وتدعم دولة معادية لنا أحيانا ما نتعامل معها لكن عند أدرها عند الطرف الآخر لما يكون عندك الشركة أو مكان أنت بتاكل فيه وتشرب فيه وعارف أنه والله هذولة بيدعموا جمعيات الأيتام أو أنت نفسك بتكوني حابة أنك تروحي فأنت كده خدمت البراند خدمت اسم الشركة بشكل إيجابي نفس الشيء انطبق على الشركات لما الموظف يعرف أنه والله شركاته بتؤدي خدمات اجتماعية عالية وبتساهم في تنمية المجتمع سواء بالتدريب أو التعليم أو أهل ومجرة الموظف بيحب أنه بيكون فخور بالشركة الوفية بالأضافة للمواطن بيقول لك والله الشركة هذي مميزة سأنتقل لمحور ثاني سيد الثامر هل يعني حيكون بشكل شمولي طبعا فاندريزي فاندريزين الكلمة اللي كنت راحت معي فدو هل قام القطاع الخاص لدينا بدوره الاجتماعي على الوجه الأكمل أو حاول حتى يعني السؤالي بغالي عشان أكون أكون يعني ما أرمي التهم جزافا على الناس وأقول لك والله لازم يكون عندي إحصائيات وعندي أرقام لكن من حكم خبرتي المحدودة انت هو رجل موجود في السوق أقدر أستطيع أن أحيانا كثير بكون بحضر الاجتماعات باللغة الشعبية يعني بحضر الاجتماعات نعم بحضر الاجتماعات بكون جالس ووص رجال أعمال بكون فخور جدا وخصوصا أن الميديا ما تعرف عنها يعني ما بيكون ما بكون كاميرا الصحفي جنبي ولا نعم بس بناعرف احنا نزل ديش بس أحيانا كثير بحس أن الصدق هو المحرك الأول أحيانا كثيرة بشعر بفخ بوجودني وجودي مع رجال أعمال غير ذكر أي اسم عشان لا نكون فيه نوع من نحن بنحاول يعني بكون جالس جنبهم بكون شاعر بحب العطاء الموجود مش عشان نرجع الأعمال لكن بحس أنه المنثالة موجودة بدل ما أتصدق بالمبلغ ده أنا ممكن أسوي أشياء تفيد المجتمع والضاعف لما يكون عندي أنا أقدر أوصل شاب أنه يكون عنده بزنس ويكون عنده بدل ما يكون بيأخذ مني زكاة أو عفو صدقة بيكون سائق ليموزين ويكون بكرة عنده شركة ليموزين فيها 15 شخص والشركة هذه بتشغل خنأذر 20 شخص بيكون في حراك غير طبيعي المنثالة هذه أنا جداً بكون فخور فيها والمفهوم هذا بيكون شيء جداً طيب أنا في موضوع من يوم ما بدأت حضرتك تتكلم جاء سؤال في بالي يعني جميلة المسؤولية الاجتماعية مثلاً في إنشاء الجامعات في إنشاء الكثير من الدول المؤسسات الصغيرة نحن كمجتمع سعودي لدينا مشكلة في السمنة وأعتقد أنه يعني تفوق الستين في المئة من مصابين بالسمنة وخاصة الأطفال يعني ما دور الشركات ورجال الأعمال في المسؤولية الاجتماعية من ناحية المسؤولية الاجتماعية في عمل نوادي بأسعار رمزية يعني وهذه تدخل في الصحة يعني ما في أفضل ولا أعظم من صحة الإنسان طبعاً أين المسؤولية الاجتماعية في عائق كبير نقف أمامه وهي السمنة جميل موضوع مهم جداً وأتفق معاك يعني فأخرى المطاف هو موضوع أي موضوع بيناقش لأي علاقة من سؤول الاجتماعية هو عبارة عن نحن نشوفه كمشروع مش يجيب كام ويأخد كام لا مشروع بمعنى أنه هل أنا أقدر كشركة وكموارد هو ما هيكون في ربح لأن السمنة سببها أو العزوف عن النوادي الصحية اللي موجودة ارتفاع الأسعار هو أبداً ما له علاقة بالفلوس أنا بس بتكلم أنه لم يكن هذه خدمة مجتمعية أعتقدها نمبر ون خدمة اجتمعية لكن خلينا نقول لو أنا أقدر أقول أسماء شركات على الهاوي عندما نأخذ شركة زي عبداللطيف جميل وبابرزق جميل من ضمن الشركات اللي هي لها باع طويل في السيس آراء وخدمة الاجتماعية وصود انطباع كبير مع الناس ما شاء الله تبارك الله يعني لما أجل الشركة زي كده لها اتجاه معين في خدمة المجتمع وأقول لها قد يكون عندها استراتيجينا تدخل أنا أكثر أنها كلها عبارة عن خطط ما له علاقة بأرباح بس هل أنا الآن هل هيكون اتجاهي إحنا في نسمة اتجاهنا التدريب إنه إحنا نقفل الفجوم بين التعليم وبين سوق العمل فإحنا أخذنا على عتقنا التدريب بمراكز بننشئها فالآن لما تيجي تعطيني أنا كمشروع كثمنة أقول لك أعطيني هو خليني أدرسه وأشوف مين يدخل معي من رجال أعمال ويمكن يكون ممكن يساهم فيه أو نوصل لخطة مع بعض بس إحنا يعني أنا كشركة لازم أدرس الموضوع وأشوف هل هو ماشي في خطي يعني ناس تخصصات حتى في المسؤولية الاجتماعية أنا أزعى من اليوم بدأ يكون فيه وعي إنه لازم يكون الموضوع فيه تخصص وستل موجود موضوع المشاركة يعني مشموعة رجال أعمال ممكن يدخلوا في الموضوع موضوع مهم جدا قد إشكوه يكون تأثيره على المجتمع الإحصائيات جدا مهمة إنه يكون عندنا حضرتك بتقولي 60% طبعا الرقم هذا أنا ما أعرف بس بناء على كلامك هذا الرقم كبير أو أكثر من 60% وفي أمريكا مثلا 75% نعم فهذا رقم جدا وخاصة في فئة الأطفال كارثة يعني فقد يكون طبعا مساهمة جميلة جدا ومهمة وعندنا برضو موضوع التدخين هذه من ضمن الأشياء الموضوع التدخين أيضا يعني بالنسبة لمراكز الأحياء لدينا هناك قصور مادي كبير تشتكي مراكز الأحياء لدينا يعني فكرة مراكز الأحياء فكرة رائعة وجميلة تكوين مكتبة تكوين نادي لما جميع أنحاء الأسر الحي يعني نفتقدها نحن وبالتالي نتمنى تتجه إليها الأنظار وتفعيل دور الأحياء كما تفضلت كمان مهم أنك أنت بتفعلي دور العمد في الأحياء دور العمدة يكون صغيرة وكبيرة في الحي لو شارع في مشكلة أو لو في عندك أسرة فيها لقدر الله حصل لها طارق اللي يعقول الأسرة توفى مين اللي يخبر على الشيء هذه يعني العمدة وظيفته الأساسية أن يوصل للمسؤول فتفعيل دور العمد وتفعيل دور الحياء شيء جدا مهم ويؤثر على المسؤول الاجتماعي طبعا بشكل إيجابي طبعا في العالم الأول أستاذ ثامر برغم يعني أنه هناك ضرائب كبيرة تدفعها تدفع الشركات لهذه المصالح لمصالح مصلحة الضرائب وما إلى ذلك إلا أنها لا تتواني عن القيام بمسؤولياتها اتجاه المجتمع لدينا يحدث العكس تماما لماذا برأيك؟ يعني ما أقدر أحكم عن السبب مع أنه إحنا لدينا حسنا على المسؤولي الاجتماعي هذا يعتبر من صميم الدين أنك أنت على مستوى الفرد أو الجماعات تتكلم عن الإنسان لما يكون يعرف أنه أخوه في عنده مشكلة أو عنده خلل معين في حياته الاجتماعية إحنا مطالبين كدين إسلام أنه أحدنا يقف معه فما بالك بالشركات في نفس المفهوم عودة لسؤالك أنا الحقيقة ما أعرف إش السبب لكن أقدر أرجع و أقولك أنه شايف أنه في حراك في الفترة الأخيرة إلى درجة معينة إيجابي لم نعرف بالمسؤولية الاجتماعية سوى منذ سنوات فقط يمكن هذا كمان سبب آخر أنه كانت مغيب أن المفهوم الاجتماعية أنه أنت يتعطي زكاء أو صدقة وتترك الموضوع ويفضل مع أنه هو الوقف يمكن شبيه بالمسؤولية الاجتماعية من سنين طويلة كان في الإسلام بالإضافة أنه من 15 سنة كمان أعتقد بدأ يعني بدأي الوقف كان العائلي وليس على مستوى الشركات على مستوى الشركات نعم أشكرك أستاذ ثامر معنا اتصال من الأستاذ محمد عبدالله الوعيل لرئيس تحرير صحيفة اليوم سلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام أهلا وسهلا بك في برنامج السعودية اليوم حياك الله عزيزتي سيدي كريم سعادتكم طبعا له باع طويل في الإعلام السعودي وأنت أكثر مني تقييما للمسؤولية الاجتماعية وخاصة للقطاع الخاص كيف تجدها؟ أولا يجب أن نتحدث عن شيء اسمه التطوع فأنا أعتقد هذه الظاهرة والتي بدأت تدب في المجتمع بصورة جادة ولعل يتحدث عن بيئة المنطقة الشركية تحديدا فمجال التطوع أعتقد أنه نجب أن نعول عليه كثيرا في هذا المجال نحن نقرأ كثيرا ونتحدث كثيرا عن هذه النجاحات التي تحققها المرأة السعودية في مجال التطوع وأيضا للشباب فهذا التطوع أعتقد هو الذي سيقودنا إلى المشاركة الفاعلة لخدمة المجتمع أنا استمعت قبل قليل لحديث الأستاذة التي سبقني في الدقائق الماضية وشعرت أنه أيضا يطالب بشيء من الممارسة الفعلية لرجال الأعمال لكل فئات المجتمع نعتقد أنه هذا المجال ديننا حدثنا عليه وأكد لنا في كثيرا من المواقع وكثيرا من الآيات أننا نحن مدعوين دائما إلى خدمة مجتمعنا وليس كل شيء تتحمله الدولة نحن نعرف في الماضي كيف كانت تقام الاتفافات الاجتماعية من أجل خدمتها لأسرعة وترك دون أن يعلم أحد نحن نتحدث في المجتمع الحجاز الحجاز مثلا نجد أن هناك بيوت كثيرة تخدم كثيرا من المواطنين وهناك الشرقية وهناك الرياضة أيضا أنا أعتقد أنه يجب أن نقول دائما أن الدولة هي المسؤولة عن كل هذه العلمة لندعانا إلى خدمة الإنسان العاحد تحت أي ضرورة نعم أستاذ محمد يقول بعض التجاري منهم يدفعون زكاة أموالهم لمصلحة الزكاة كل عام وهذه الزكاة تصرف للمجتمع وهي كافية ما تعليقك؟ والله أعتقد حتى ولأؤمننا بهذه الحقيقة نعم هناك من يدفع الزكاة ولكن هناك آخر يدفعون إضافة أن هذه الزكاة من يدفعون في كثير من المجالات الإنسانية والاجتماعية نحن هناك بيوت قائمة على رجال العمال سواء في الرياض أو جدة أو بكة أو أي موقع نعتقد هناك الكثير من الكثير من ساهم دون أن يتعلم اليد الإسلام لا تقع اليد اليمنى هناك الكثير نحن لا يجب أن نتهم أو نجلل مجتمعنا بصورة قائمة ونقول أنه لا يساهم أبدا بالعكس ما أقرأه وما أطلع عليه وما تمر علينا من بعض الأوراق نكتشف أن هناك من محبي للخير وهم كثير والله الحم في مشهور بالذات من جانب النسائي أنا أعتقد أن هذا المجال واضح جدا ويسعد المجتمع ككل ولا أعيد مرة أخرى إلى التطوع عمل التطوع الموجود في المنطقة الشهر التحديد بحكم موقع في الوظيفة أكتشف أن هناك أدوار كبيرة كبيرة جدا تؤديها كثيرا للسيدات المجتمع لخدمة كثيرا من الأشر أشر الله الحم أستاذ محمد سؤال أخير يعني شركات الاتصالات والبنوك وغيرها تدفع مبالغ ضخمة كل عام للدعاية والإعلان لماذا لا تخصص جزء من هذه الأموال لمشاريع اجتماعية خصوصا لهذه المشاريع إنعكاس إيجابي لصورة الشركة في أذهان الناس والله أنا أدعو واتفق معك في هذا المنحة كثيرا لأنه عليها واجبات ويتسوء كثير من الدعاية لنشاطاته هذا لا غبار عليه لكن يجب لي كلها دور اجتماعي كما تفعل أرام كلها دور اجتماعي كبير كما تفعل بعض البيوت في المنطقة الشركية إذا هناك مناطق أخرى المملكة كلها في مجال لكن أنا أعتقد هذا المعيار الإنساني لو فكر فيه رجال العمال أو المؤسسات الكبيرة أنا أعتقد أنه واجب اجتماعي ومؤكد وسيخدمهم في دينهم ودنيا إن شاء الله أشكرك جدا أستاذ محمد الوعيل رئيس تحرير صحيفة اليوم شكرا جزيلا لمشاركتكم برنامجنا أعود لك أستاذ ثامر ألا تتفق معي طبعا تعقيبك على أستاذ محمد وألا تتفق معي أن هناك بعض الشركات والمؤسسات تدخل برداء المسؤولية الاجتماعية وهي بهدف الهروب من الإعلان في بعض الوسائل الإعلامية بسبب ارتفاع الأسعار وتقدم بعض البرامج باسم المسؤولية الاجتماعية وهي بعيدة كل البعد عن المسؤولية الاجتماعية طبعا وارد بس زي ما في كل شيء المصدقية هي اللي تكون العامل الفعال أو العامل الفارق نفس الشيء على المسؤولية الاجتماعية لما أنت بتسوي مجرد برنامج كنوع من الدعاية ما يكون له بعد أو ما يكون له تأثير على المجتمع بيموت بعد فترة وبتضح أن والله الشركة هذه ما هي صادقة أو ما هي فعلا لها تأثير والناس بتنصرف عنها بطريقة معينة وبتفشل المحاولة لكن لما يكون عندك شركة أسست ولها استراتيجية وناهش طويل في هذا المجال بتستمر لسنين الآن عندنا شركات معينة لها عشر سنوات في المجال وبتكبر وكل مرة يتعدى الموضوع عن دعاية عن دعاية يعني ممكن ما بقولت يعني يتعدى الموضوع الدعايات بشكل أكبر أصبح الناس عندها وعي الآن أنه يفرقوا ما بين مسؤولية الاجتماعية حقيقية بتؤثر على المجتمع بكلها فعلا مردود وبين شركة بتعمل دعاية من فترة لفترة مجرد لتسويق اسمها لترويج عنها أو ترويج منتجاتها بالشركة المعين كم في المية تجد مثل هذا الشيء يعني بحكم حضرتك خبير نتكلم بشفافية أستاذ ثامر أنا لا نريد أن نذكر أسماء شركات ولكن على الأقل أن نمهد الطريق لتنوير الإخوة المستمعين والمستمعين يعني صدقيني أنا عادة أحبك يكون كلامي جدا يعني نابع من أرقام وأحصائيات ما عندي حتى تخيل فلازم يكون عندي دراسة نقدمها لكم وممكن تزعوها في البرنامج بالبرسنتج شكرا لك أستاذ ثامر شاكر أعزائي المستمعين والمستمعات فاصل قصير فابقوا معنا طول اليوم على ألف ألف أف أم أنتم الآن تتابعون برنامج السعودي اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 84-77-00 لمشتركي STC 640-660 لمشتركي موبايلي أو 74-6262 لمشتركي زين نعود معرة أخرى معكم أعزائي في برنامجكم السعودية اليوم من جدة وقضيتنا هي المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تجاه المجتمع وأذكر أخواني بأخواتي على أرقام البرنامج الاسم اس شركة الاتصالات 84-77-00 وشركة موبايلي 640-660 شركة زين 746262 تليفون البرنامج 02616-1100 معنا اتصال مشاركة من الأستاذ عبد الله الطياري الصحفية الاقتصادي السلام عليكم عليك السلام والرحمة أستاذ منال وكيف حالك؟ أهلا بك أستاذ عبد الله في برنامج السعودية اليوم الله يسلمك ومسي على المستمعين الله يسلمك أستاذ عبد الله نتكلم اليوم عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص اتجاه المجتمع هل لدى رجال الأعمال أو بعد تقييمك هل تجد رجال الأعمال يقومون بدورهم كما ينبغي اتجاه المجتمع؟ أولا أنا بك أسأل أيضا هل هي المسؤولية الاجتماعية هل هي وصلت لسوق السعودي أم لم تصل إلى الآن أم هي لازالت أيضا كشعارات تتردد بين رجال الأعمال وما يسمعونه في خارج المملكة أنا أعتقد أن السوق السعودي لا توجد به هذه المسؤولية الاجتماعية إلا ما ندر وحالاته نادرة جدا نادرة جدا في بعض الشركات وفي بعض المشاركات الفردية التي تنم عن بعض رجال الأعمال اللي هم تقريبا لهم دور تنويري ولهم دور اجتماعي في هذا المجال لكن أنا أعتقد أن هناك الشركات وخاصة البنوك السعودية غافلة تماما عن هذا الدور الذي من المفروض أن يكون هناك حصة معلنة في ميزانياتها العمومية التي تعلنها للمساهمين إنها خصصتها للمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع التي هي تتضخم عام بعد عام أرباحها من هذا المجتمع وهناك أيضا شركات كبرى المسؤولية الاجتماعية يا أستاذ منان ليست اليوم هي أن تأخذ فلوس وتدفعها لمواطنين أو لآخرين إنما هي المسؤولية الاجتماعية تعددت أشكالها وألوانها قد تكون من ضمن المسؤولية الاجتماعية لبعض الشركات الكبرى أن تخصص جزء من مشاريعها لصغار التجار من الشباب مثلا هذه أيضا تظل بند من بنود المسؤولية الاجتماعية ولكن للأسف أنا أقول لا زالت هذه تحبو في سوقنا السعودي لكن هناك أنا أعرف أن هناك بعض رجال أعمال قد خصص مبالغ كبيرة في هذا النطاق وأنا أعتقد أنهم بطوال مسيرة الصحفية لم أعرف إنه يمكن رجلي أعمال فقط أستاذ عبد الله يعني برأيك هل فرض نظام معين أو ضريبة معين على القطاع الخاص يكون ريعا لهذه المشاريع قد يمثل حل مقبول دائما الفرض لا يأتي بنتائجه المطلوبة بقدر عندما ينبع شيء من الداخل نعم لكن عندما تدخل الدولة أنا أعتقد أن أي تدخل من الدولة في الاقتصاد أنا أعتقد لا ينم في مصلحة الاقتصاد الحر بل إنما ينتج هذا الشيء من داخل من داخل رجل الأعمال دائما تكون نتائجه أفضل تكون معطياته للسوق أفضل مما هي أنه تشكل على شكل أنظمة وقرارات وقوانين لكن في ظل حالتنا السعودية أنا أعتقد أنه لابد أننا نعمل شيء من الامتيازات لمن يكون يملك هذه المسؤولية الاجتماعية حيال المجتمع وأنا أطالب من خلال إذاعتكم أن يكون هناك المسؤولية الاجتماعية تدخل في مفهومها أن يكون هناك لبعض الشباب الذين هم اليوم يعني يبحثون عن أعمال أو شيء أنهم يتبنوا من خلال الغرف التجارية وخلال رجال الأعمال والشركات الكبيرة أن تخصص جزء من مشاريع خاصة مثل مشاريع القطاع المقاولات في القطاع الخدمات في القطاع الصيانة أن في القطاع الفرانشايز اليوم الذي بدأ ينمو نموا كبيرا في المملكة أن تخصص جزء من مسؤولية الاجتماعية في صناعة مشاريع هؤلاء الشباب أستاذ عبد الله ما دور الإعلام في هذه القضية؟ هل قام إعلامنا بدوره كما ينبغي؟ حقيقة لم يقم بذلك لكنه أيضا أنا أعتقد أن المعطيات في الساحة لم تفرض على الإعلام أنه يتفاعل مع هذه الأحداث أنه يقوم بتخصيتها أو صناعتها الإعلام للأسف أنه لديه ردة فعل أكثر من أن يكون صانعا للحدث في المملكة العربية السعودية هذا واقعنا للأسف لأنه لا يمكن أن نتبنى مثلا تجد صحيفة ما أو إذاعة ما أو قناة تلفزيونية من المملكة أن تتبنى قضية معينة وتجعلها شعارها لمدة عام في توعية المجتمع في صناعة المجتمع في تسليط الضوء على هذا على هذه القضية مثل قضية المسؤولية الاجتماعية هذا وقعنا واقع الإعلام السعودي اليوم للأسف أشكرك جدا أستاذ عبد الله الطياري الصحفي الاقتصادي شكرا جزيلا معنا مشاركة اتصال من الأخ كريم من مكة أهلا وسهلا أخي كريم السلام عليكم السلام يهلا ومرحبا تفضل مساء الخير يا أستاذ منال مساء النور وسرور أهلا بيك كيف حالك؟ الله يسلمك أتفضل أخي يا أستاذ منال أنا أطرح السؤال على ضيوفك وعلى وزير العمل نعم اتجاه بناء المقيمين اللي أتولدوا في السعودية وبلا طح في مكة وفي جدة تمام على أساس وش يكون يعني مصيرهم هم نعم على أساس من اتجاه العمل إذا اشتغلوا يعني لدى غير الكفيل مشكونهم الدواير الحكومية والدولة تمام طيب أبناء المقيمين اللي تولدوا ما يعرفون شيء عن بلدهم خير شر وين مصيرهم ليما يدعمون وزير العمل ورجال العمل اللي يعني يعني موجودين في المملكة تمام إحنا وش مصيرنا كأبناء المقيمين اللي تولدنا في السعودية ولا نعرف غير عن هذا يعني غير هذا البلد نعم أخي كريم شكرا لك على مشاركتك معنا أعود لك أستاذ ثامر تعقبك على ما ذكروا الأستاذ عبدالله الطياري وأيضا على الأخ كريم يسؤالوا أنه ما مصير المقيمين أو أبناء المقيمين الذين لا يعلمون شيء عن بلادهم وهم يعني كافة العدات والتقاليد السعودية لماذا لا ينظر إليهم رجال الأعمال من باب المسؤولية الاجتماعية جميل بالنسبة للسؤالة عبدالله لفت نظري أمرين مهمين الأمر الأول كيف أنه إحنا ممكن نفعل أكثر دور جال الأعمال هل هو يكون بإجاد ألية تفرض عليهم إنهم يمارسوا المسؤولية الاجتماعية في الحقيقة أنا أيد وجهة نظره وإنه الموضوع لن يأتي بفرض أو بالقوة هو الموضوع قناعات كيف إحنا ممكن ننمي أو نطور القناعة هذه الموجودة في كل فرض فينا سواء ك الرجل الأعمال خلينا بس نركز على موضوع معين المسؤولية الاجتماعية لو كانت بالرجل الأعمال في المستوى اللي هو فيه استل موجودة لو نزلنا لمستوى أقل على مستوى الفرد أو الموظف كل واحد فينا ممكن يقدم شيء بما يملكه كمسؤولية اجتماعية حتى إحنا بتكون الكلمة أنك أنت تحصل الموظف الجيد تحطيه في المكان المناسب كمديرات قسم هذه مسؤولية الاجتماعية أنك أنت قابلت أحد الموهوبين في مكانه هذه مسؤولية الاجتماعية ما تقولي أنا مالي يعني هذا هو المشاركة الاجتماعية فما في شيء بيجي بالفرد بالقوة وإنما هي قناعات بتكون داخل الفرد بأنه هذا واجب اتجاه مجتمعه اتجاه وطنه انتماؤه للمكان اللي هو فيه فهذا يمكن المحرك الأساسي للمسؤولية الاجتماعية دور الإعلام هذه جزءية ثانية أنت طرحتها مرسول رب الله أنا أتفق معاك أنه دور الإعلام بعيد ناس كثيرة يمكن وضعي أنه أنا ككاتب فبختلط بالإعلامين وك في القطاع الخاص لي دوري فجيت في النص ما بين الاثنين فبشوف تباين وجهة النظر نعم فالحقيقة في شيء في النص مقود حيانا الإعلامي إلى الآن مفهوم نصويا الشميع مغيب عنه تماما فيمكن عقد ورش عمل أو عقد لدوات باستمرار ما بين رجال أعمال المهتمين أو ليهم باع طويل الآن أصبح في المملكة أنا بعض رجال أعمال أرى أيضا أنه ليس لديه إمام بالمسؤولية الاجتماعية وليس الإعلاميين فقط فعشان كده أنا أشرت للمستوى لبعض رجال أعمال ليهم باع طويل لو أنت كدرت توصل المسيج هذا أو رسالة الإعلام الإعلام ممكن يخليها بشكل أكبر على مستوى المجتمع فبالتالي حتى رجال أعمال الثانيين لما هم على نفس المستوى من هي الجهة التي تتبرع بتقديم دورات تدريبية للمسؤولية الاجتماعية لكل الطرفين الحقي الموضوع يعني ما هو كبير ما هي دورة ما هتكون دورة مدة أيام أيها كلها أسبوع يعني ممكن تكون حتى يومين يعني مجرد أربع ساعات في اليوم لأغرش عمل أو حالات وحنا بتعقل يعني عقد العمل اللي راح في يعني كانت غرفة تجارية كانت هي المسؤولة يعني أعتقد العام المنصرم كان اسمه مؤتمر الاستدامة حتى كان بيتكلم عن مفهوم المسؤولة اجتماعية نعم السيدة الفاضلة آسيا الشيخ كمان كانت من ضمن السيدات اللي كانت أول ما سمعنا الحقيقة عن المسؤولية الاجتماعية كان في المنتظر الاقتصادي عام 2007 عندما يعني صعدت على المسرح أو المنبر وتكلمت الأستاذة آسيا آل الشيخ وذكرت أنه هي تنادي بتطبيق هذه في جميع الشركات والمؤسسات نعم وأنا استحضرني الحقيقة موقف لها أنه هي طلبتنا أيامها كنت يعني طلبت فريق من الإعلامين وفريق من ما يجتمع مع فريقها لمناقشة إيش هو تعريفة مسؤولية اجتماعية وكيف أنه ممكن يكون عندنا آلية لطرحها بشكل موسطع على المجتمع لأن المجتمع بنتكلم على شرائح مختلفة بتكلم على رجال وتكلم على المواطن العادي والموظف ورجل الشاب المكتدئ فجميل جدا ما يكون فيه تفاعل من كافة الأطراف حتى لا أفهم أني أنا ضد رجال الأعمال يعني رجال الأعمال طبعا لهم أكيد شكاوي معينة تجاه الإجراءات مثل أن يرون أنه تعيقهم قيامهم بهذا الدور أو يتمنون من الجهات المسؤولة تسهيل بعض الإجراءات لتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية هل هذا صحيح؟ قد يكون ما عندي خلفية مواقع خبرتي ما مرنا بالشيء هذا بس قد يكون أحيان فيه مناطق يعني فرضا التعليم أنت تتكلم على شيء تضمن لازم تضمن جودته لدى الدولة تضمن تتأكد المواد التي المسؤولية الاجتماعية أنت حابة تدخل تطوريها فما يكون موضوع مفتوح من غير ما يكون فيه جهة استشارية من الحكومة التابعة فما أعرف بالضبط مدى مدى وجود هذا الشيء كحائق بس منطقيا قد يكون موجود أمامنا أربعة نبدأ نقول مقومات بالنسبة للفرد السعودي البسيط المواطن والمواطنة طبعا أبرز ما يعني نسلم الأولويات بالنسبة إليه توفير سكن توفير عمل صحة تعليم كيف يمكن للمسؤولية الاجتماعية التدخل في الأربعة الأساسيات أو الركيزة الأساسية لمقومات الحياة بالنسبة للمواطن نرجع إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية الأساسية في أول البرنامج لما عرفناه لما قلنا كيف ممكن نفرق بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وما بين المفهوم القديم للصدقة أو المساعدة المادية المحدودة دائما نقول المسؤولية الاجتماعية تتعدى لحظة حسرة وشجن لما تكون في إشارة مرور وتشوف أحد المتسولين فتطلعينه مبلغ من المال أو تدعميه بشكل متقطع المسؤولية الاجتماعية أكبر فعودة لسؤالي كيف ممكن تكون المسؤولية الاجتماعية تتساهم في هذه كافة الأشكال هذه اللي حضرتك ذكرتها سكن وعمل وصحة وتعليم أرجع وأقول تطوير تطوير الفرد بأنه يكون قادر أنه يكون يعود نفسه بنفسه يعني تحقيق آمال الفرد بطريقة تشمل يعني تهيئره حياة كريمة فبالتاني كده غطيتي الأربعة بهذه العقلية والمنطقية شكرا لك أستاذ ثامر شاكر معنا الباحث الدكتور عصام رحالي سلام عليكم سلام عليكم أستاذ أهلا وسهلا بك دكتور عصام أحيّة لك ولطوفك الكرام وكل عام وانتم بخير بالعام الميلادي الجديد أهلا بك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله تفضلي دكتور تحيّة لك وتحيّة لبرامجيك وتحيّة للموضوع المطروح اليوم وكل يوم المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع ونحو خدمة المجتمع الآن طرحت سؤال أكيد سمعتني دكتور عصام عن أربع مقاومات أو ركائز أساسية بالنسبة لحياة المواطن اللي هي السكن والعمل والصحة والتعليم كيف يمكن للمسؤولية الاجتماعية أن تنهط وأن تقف باحتياجات المواطن والمواطنة والله يا أستاذ والإخوة جميعا نقول أن هذه مسؤولية المجتمع مسؤولية رجال الأعمال لا تبخلوا على التعليم لا تبخلوا على التدريب لا تبخلوا على الصحة ولا تبخلوا على هذا فهم مردودوا ليس ماديا على قدر ما هم مردودوا اجتماعيا أسريا حتى مشاكل يعني الاجتماعية الأسرية والجرائم تتغلغل فينا بسبب أعتقد في اعتقادي بعدم مساهمة الجهات والمؤسسات ورجال الأعمال طبعا لا نقارن أوروبا ونقول السعودية وأوروبا ولكن فعلا الرجال الأعمال في بعض الدول الأوروبية أو معظمها تشارك وتساهم مساهمة كبيرة في اقتصاد وإدارة حلقة العمل وإدارة حلقة الاقتصاد أو التنمية الاجتماعية من خلال أرباح أنا أطرح سؤال على البنوك هل أو شركات كبيرة لا أتكرر يعني لا أرغب أن أتكرر أسماء ولكن في أسماء في بالي هناك شركات محدودة جدا في المملكة مساهمة اجتماعيا وهي معروفة تمام ولكن أطرح سؤال هل وجد بنك من بنوك المملكة سمعت في يوم من الأيام أنه لدي خسارة كما حدث في أوروبا هذا أين الأرباح نعم أين الأموال هذه بتروح نعم نحن لا نحاسبهم لكن نقول لهم ساهموا وأعطوا المجتمع حتى يعطيكم المجتمع نحن منكم وإليكم هذا بخصوص يعني التنية الاجتماعية والصحة والمساهمة فيها أما بخصوص الأخ كريم كان يتحدث عن ما هو دور أبناء غير السعودين أنا مخدم دراسة ولكن للأسف إلى الآن الجهة التي رفعت لها لم أجد منها أي تجاوب بالاستفادة من أبناء المقيمين أو أبناء غير السعوديين الموجودين مولودين في السعودية بالاستفادة منهم كم أعدادهم يا دكتور عصام كم أعدادهم هل هناك إحصائية الله يا أستاذ منال ما عندي إحصائية هذا ولكن أنا في منطقة المنطقة الغربية هنا يكلم منطقة مكة المكرمة يمكن فيه جزئية من الأخوان يمكن قد يتجاوز الثلاثة مليون وخمسمية ما بين من دول البورما ومن دول إفريقيا أنا حضرت ورشتين عمل وباشرت وكنت من ضمن المقررين في هذه الورشة في منطقة من المنطقات في مكة فكانت حسرة أن يتكلم يقول لك أنا درست للسانوية ولم أجد جامعة لم أجد كلية علمي أن أنا جايب مثلا تسعة تسعين في المية أبطررت أني أطلع برا وأهلي يدفعوا لي الفلوس من داخل المملكة ويرسلوا لي عشان أدرس أرجع ثاني وأشتغل في شركات في المملكة أليس هذه خسارة؟ نعم أليس هذه خسارة؟ سؤال أوجهه إلى المسؤولين أليس هذه خسارة؟ تعقيبا صغيرا شرطي لحظية من المتبرع في قامة دورات لهذه أنا من ألف ألف ومن خلالك أنا متبرع بهذا الأمر إذا رغبتم بأن أقدم دورات أورج عمل في التنمية الاجتماعية ودورها في المجتمع السعودي نجاكم الله خير الحلول هل الدورات التدريبية هي الحلول؟ كيف نمهد الطريق لفتح أبواب المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات لكي يستفيد منها المواطن دكتور عصام؟ أستردت الفاضة إذا لم تكن الجهات أو المؤسسات لديها الوعي ولديها القناعة بأن هذا الوطن أو هذه الأرض التي يعمل عليها ويديروا منها أموالهم بأن يكون لديهم قناعة كافية ووافية عند المسؤول أو صاحب المال بأن هذا دور مهم أن يقدمه كما يقدم أي شخص زي أنا من المنظف في الدولة زي أي شخص لي دور بأن أخدم المواطن وأن أخدم في موقعين أنت لك كمان دور تخدم الوطن وتخدم الوطن لكن أنا أقول الدورات ليس كافية فعلا ليس كافية مساهمة رجال الأعمال أنا أقول أتمنى أتمنى ومن خلال الإزاءة أن ألتقي بعدد من رجال الأعمال نطرح معهم مسؤوليات ونطرح معهم مشاريع ولكن للأسف لا نستطيع أن نصلهم بأمان أقول معك صادق أنا طرقت عدة أبواب من رجال الأعمال ولكن للأسف هناك زي ما نقول جدار عالية تمنع الوصول لهم مباشرة لا أعلم ما هو السبب ولكن الله أعلم قد يساء الظن يعني بأمور أخرى مثل إيش أرجو أن يكون واضح يعني يعني جميعا من يريد التقرب لرجال الأعمال أنت تعلم ماذا يريدون يعني فبالتالي أخذوا يمكن فكرة سيئة عن كل من يطرق بابهم يريدوا منهم شيئا فهمت علي دكتور عصام يعني يعني ليس أن جميعا مسؤولين مسؤولون على هذا الوطن صحيح نعم هناك نمازج سيئة هل الفكرة أن نحن نصل لهم مثلا أنه شخص يطرق بابهم للمادة أو للمال أو لطلب لا يا أختي هناك مسؤوليات اجتماعية لنا نحو المجتمع والمجتمع نحونا نحن ونحو أبناءنا وفي الشارع وهكذا ولكن نقول لرجال الأعمال يعني هناك نخبة من رجال الأعمال نحن لا نقول كل رجال الأعمال ولكن هناك نخبة من رجال الأعمال حقيقة هم قراب من الشارع ولكن نحتاج أن يكونوا أكثر وعيا ويكونوا أكثر قربا للناس وللمجتمع لأنه في الأخير نحن بشر نحن بشر لكن ربنا يعني الله عز وجل أراد أن يجعل هذه الطبقات لوجود حكمة عظيمة عند الله عز وجل نعم أشكرك جدا دكتور عصام رحالي الباحث والمستشار في التخطيط الاستراتيجي شكرا جزيلا لمجاركتك اليوم معنا دكتور عصام أعود لك ضيفي أستاذ ثامر عدن شاكر تعقيبك على ما ذكروا دكتور عصام يعني أتفق مع دكتور عصام أنه أحيانا بيكون الوصول أو طرح الأفكار الجديدة كمسؤولية اجتماعية على القطاع الخاص بيكون فيه من الصعاب ما فيه لكن اللي بغشير إلى أنه بغض النظر عن الصعوب الأفكار بتكون موجودة يعني حطرتك تفضلتي وذكرتي الأربع أجزاء المهمة اللي بيعاني منها المواطن السكنة والعمل والصحة والتعليم فأي مشروع بيشمل واحد من دي الأفكار ما أعتقد المشكلة في المسؤولة الاجتماعية هي قلة الأفكار أو ندرتها الأفكار موجودة ومطروحة ويمكن لو فيه شيء عند بال في بال دكتور عصام يمكن يكون مطروح عند أغلب رجال الأعمال لكن القضية أنه الكم الكم وقناعات القطاع الخاص قد إيش هتكون لتطبيق هذه المشاريع شركة واحدة مهما كانت هذه الشركة بتربح أو بتقدم عندها قدرة أن هي تمارس عمل اجتماعي يد واحدة ما تصفق لما يكون عندك مجموعة من الشركات لو كان مجموعة من رجال الأعمال درسوا فكرة مثلا إطلاق مساكن نموزجية على غرفتين نوم فقط بأسعار رمزية على مدى طويل أنه يدفعها بحيث أنه تحل أزمة السكن ما كانت أرتفعة الأراضي عندنا بهذه النسبة المخيفة مثلا العمل نفس الطريقة يعني لو كان فيه تدريب لتهيئة طبعا يدخل في التعليم أيضا الصحة زي ما قلت ذكرت السمنة وما إلى ذلك فهناك أفكار كثيرة يعني أتمنى أن تخرج من هنا أستاذ ثامر أن تكون لديك مشروع سوف يخضع للدراسة يعني خلينا نقول أهم مخرجات الحلقة اليوم أنه خلينا نتفق على تكاتف القطاع الخاص مع بعض هيؤدي إلى نتيجة فعالة وكبيرة جدا هيكون المردود على المجتمع وعلى الوطن إجابي وكبير جدا نعم هذا وطننا ونحن أبناء هذا الوطن ولن يحل مشاكلنا سوى سواعدنا إن شاء الله أشكرك جدا أستاذ ثامر عدنان شاكر مدير خدمة المجتمع والمديرة التنفيذي المورد البشرية والمسؤولية الاجتماعية لشركة نسمة والكاتب أيضا في صحيفة الوطن أو عكاد كنت عكاد ويعني لنا فترة كده موقفين أهلا بك وأشكر أيضا مهندسة الصوت زميلتنا الأستاذة انتسام عزام ووصلنا وإياكم مستمعين إلى نهاية هذه الساعة التي حاولنا أن نأتيكم بمعلومة ونحلل لكم خبر ونضعكم في الصورة هذه محبتكم منال فيصل الشريف تتمنى لكم أطيب الأوقات في أمان الله على ذوقك طول اليوم على ألف ألف أف أم